السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد انتوا عارفين برنامج رمز مجنون رسمي كل يوم بيبقى فيه حلقات سواء بيقابل نجمة أو نجمة وبيعمل فيه المقلب طبعاً لانتوا عارفينه ورمز في السناجي ظهر بشكله بدل مكان بيظهر في آخر المقلب وبيبين وشه لا دا دلوقتي بقى فيه ستوفيس فيه حلقة فيه برنامج رمز مجنون رسمي للأسف تم إلغاءها والنجمة كبيرة والحلقة جي ما تزعتش والسبب حنقوله دلوقتي مع بعض بس لو انتوا أول مرة تزوروا القناة ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو وتدعموني باشتراك وتفعلوا زر الجرس ونبدأ مع بعض خبرنا حلقة الفنانة نبيلة عبيد كانت ضيفة برنامج رمز مجنون رسمي بس للأسف الحلقة جي تم إلغاءها لسبب معين السبب يا جماعة انتوا عارفين ان الجوف السيدات لازم بيبقوا مرتجين كاجول او بانطلون في قلب الحلقة نظرا انهما بيعودوا على الكرسي وبيحصل فيهم المقلب اللي احنا بنشوفوه مع بعض انهو بيترفع الكرسي وبيلف بيه وبعدين بينزل تاني فالطبيعي لازم تكون السيدة او الضيفة تكون لبسة بانطلون في الحلقة جي الفنانة نبيلة عبيد جت لبسة فستان عاجي فكان صعب انهما يغيروا لبسها ويلبسوها لبس تاني عشان يتم المقلب فبالتالي المقلب ما كملش والحلقة ما تزعتش وتم استبدالها بضف اخر يعني في الحلقات جي ما نزلتش خالص في رمز مجنون رسمي وكملوا الحلقات بتجوف تانيين غير الفنانة نبيلة عبيد لان هي كده خلت لهم المشهد او البرنامج ما ينجحش او يفشل نتيجة للبس اللي هي ارتدته ده كان خبرنا النهاردة عن الحلقة اللي تم إلغاها بشكركم على حسن المتابع وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته